لا تنتهي قصص العذابات التي يعانيها المعتقلون في العراق ولا تنقطع مأساتهم الممتدة عدة سنوات فمنهم من قضى نحبه تحت التعذيب ومنهم من ينتظر الموت المؤجل عشرات الآلاف من المغيبين والمعتقلين في السجون الحكومية وسجون الميليشيات السرية منها والعلنية يعيشون ظروفا تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية وبشكل يومي ترد تقارير عن وفاة معتقلين تحت التعذيب أو نتيجة الأمراض وقلة الرعاية قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق يؤكد تلاقيه يوميا شكاوى من ذوي المعتقلين تؤكد ضلوع إدارات تلك السجون بانتهاكات صارخة وجرائم وحشية بحق أبنائهم أقلها عزلهم عن العالم الخارجي ومنعهم من الاتصال بذويهم وإنكار اعتقالهم أو معرفتهم بالاعتقال وعدم تمكن أهل المعتقلين من معرفة مكان أو ظروف احتجاز أبنائهم ومنذ الأول من كانون الثاني عام 2020 وحتى الثلاثين من حزيران عام 2020 وثق قسم حقوق الإنسان في الهيئة وفاة 49 سجينا معظمهم توفوا تحت التعذيب داخل عدد من السجون الحكومية المعلنة في العراق بينهم محتجزون مر على اعتقالهم أكثر من عشر سنوات ذو الضحايا بيّنوا أن روايات إدارات السجون عن موت أبنائهم غير مقنعة أبدا إذ أن أجسادهم تحمل علامات ضرب شديد ربما أدى إلى موتهم إضافة إلى موت آخرين بسبب الإهمال الصحي المتعمد وسياسة التجويع المتبعة في تلك السجون وفي شهر حزيران الماضي حصل قسم حقوق الإنسان في الهيئة على معلومات مدعومة بأدلة قوية تفيد بإعدام تسعة معتقالين خارج القانون داخل سجن الناصري المركزي بمحافظة ذيقار الزيادة الكبيرة في عدد السجناء المتوفين تحت التعذيب داخل المعتقلات في العراق دليل إضافي على أن العنف الدموي سياسة منتهجة من قبل إدارات تلك المعتقلات كما أن عدم موافاة دوائر الصحة بتقرير طبي يبين سبب الوفاء يجعل تلك الدوائر متهمة بالاشتراك في الجريمة